السلام عليكم إليكم هذه المقالة من صفحة وهم العلمانية بعنوان إجماع المؤرخين والمستشرقين على حجية السنة النبوية والتراث الإسلامي بقلم عمر عبد الرحمن الحسيني تكلمنا في المقال السابق عن منهجية الاستشراق القديم والمعاصر والتنوريين في تفكيك نصوص التراث الإسلامي وتفسيره بيئته الأرضية وأسبابه المادية لا السماوية وبيننا كما قال ألان تورين أعلم الاجتماع الفرنسي والناقد للحداثة تحل فكرة الحداثة فكرة العلم محل فكرة الله في قلب المجتمع وتقصر الاعتقادات الدينية على الحياة الخاصة بكل فرد ويظهر بشدة الانتماء العقلي لهذا المنهج في كتابات المستشرقين حول الإسلام ولما دائما كتاباتهم عبارة عن شكوك لا براهيم مثل المؤرخ الفرنسي ماكسيم رودنسون الذي رد الإسلام مع جميع الأديان الأخرى إلى الخيال الشعبي المتواتر لا النور الإلهي فيقول هناك فجرة كبيرة بين الإسلام كما أصبح الآن والمصدر الأصلي ولو لم يكن الأمر كذلك فكيف يمكن للمرء أن يفسر الدعوات إلى الإحياء والتجديد التي تتكرر عبر تاريخ الإسلام وهذه الديناميكية تنطبق على جميع الأديان في الواقع هذا ينطبق بشكل أو بآخر على جميع الأديولوجيات والحركات الأديولوجية بما في ذلك الماركسية كان أهم أعماله محمد صلى الله عليه وسلم عام 1961 والإسلام الرأسمالية عام 1966 بمثابة نقطة تحول في تاريخ العالم الإسلامي حيث قدم التحليل المادي لتطوره ورفض إعطاء الدين مكانة مميزة رفض رودنسون المفهوم المثالي للدين باعتباره مجموعة من الأفكار التي تطفو فوق الحقائق الأرضية وتحرك باستمرار روح وأفعال جميع أتباعه وهو المفهوم الذي كان ولا يزال سائدا بشكل خاص في مناقشة المجتمعات الإسلامية هناك فجرة كبيرة بين الإسلام كما أصبح الآن والإلهام الأصلي ولو لم يكن الأمر كذلك فكيف يمكن للمرء أن يفسر الدعوات إلى الإحياء والتجديد التي تتكرر عبر تاريخ الإسلام وهذه الديناميكية تنطبق على جميع الأديان ولو للفارق الزمني لقلت أن المدعوة ماكسيم رودنسون هو تلحود عربي أو نصراني متخفي بحساب تلحود يحاول القضاء على الإسلام بالكوميكس وشبهات الكنيسة وقد بيّن الدكتور إبراهيم السكران هذه النظرة السادجة لفهم التراث بأنها خلط بين طبيعة التجديد الإسلامي والتجديد العلمي فالأول يعني العودة للأصل والثاني يعني تغيير الأصل الأول يعني تغيير البدع المحدثة والناشئة مع تغيير الأسلوب للأصل والأساس والثاني يعني تغيير المفهوم التقليدي والمشهور ويسمى إبداع وتغيير المفهوم الأصلي للشرع يسمى ابتداع وكلاهما يتعاكسان في المفهوم على خلاف ما روج له المتنورون العرب والمنبطحون بأنه يجب علينا تغيير مفاهيمنا التراثية والشرعية كما يغير الغرب مفاهيمه عن الماضي حتى نصعد إلى زحل والمشتري دون مراعاة المفهوم ونتائج القياس بما لا يصلح للقياس فكلاهما معاكس للآخر فكما نرى النظرة الضيقة والجاهلة مع اعتماد أيديولوجية أخرى هي الأساس في كلامه وحكمه على الأمور وهي الحداثة المردودة كذلك إلى الخيال الشعبي والذي قده رواد عصر التنوير الأوروبي فيا للتناقض لكن برغم أن كتاباتهم أي المستشرقين عبارة عن شكوك أصلا وتلك هي منهجيتها ولا يفترض أن ننتظر إنصافا منهم لأن ذلك مخالف لطبيعة أعمالهم مع ذلك سنستعرض ما وقفنا عليه من كلماتهم في شأن الإسلام المبكر ومرجعيته لأصله النبوي وليس مجرد خدعة عباسية ذكية لاحقة لزمن النبي صلى الله عليه وسلم قولهم في دقة علم الحديث الإسلامي يقول أستاذ الدراسات الإسلامية دانيال براون لقد طور المسلمون نظاما دقيقا ومعقدا للنقل والدراسة والتقييم للحديث أي علم الحديث ويقول المؤرخ النصراني أسد رستم وأول من نظم نقضى الرواية التاريخية ووضع القواعد لذلك علماء الدين الإسلامي فإنهم اضطروا اضطرارا إلى الاعتناء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله لفهم القرآن وتوزيع العدل فقالوا إن هو إلا وحي يوحى ما تلي منه فهو القرآن وما لم يتلف هو السنة فانبروا لجمع الأحاديث ودرسها وتدقيقها فأتحفوا علم التاريخ بقواعد لا تزال في أسسها وجوهرها محترمة في الأوساط العلمية حتى الآن ويقول أيضا والواقع أنه ليس بإمكان أكابر رجال التاريخ في أوروبا وأمريكا أن يكتبوا وها أنا الآن أضع بين يدي القارئ أحسن منها في بعض نواحيها وذلك على الرغم من مرور سبعة قرون عليها فإنما جاء فيها من مظاهر الدقة في التفكير والاستنتاج التحري الرواية والمجيء باللفظ يضاهي ما ورد في الموضوع نفسه في أهم كتب الفرنجة في ألمانيا وفرنسا وأمريكا وبلاد الإنجليز وبعض القواعد التي وضعها الآئمة منذ قرون عديدة للتوصل إلى الحقيقة في الحديث تتفق في جوهرها وبعض الأنظمة التي أقرها علماء أوروبا فيما بعد في بناء علم المتدولوجيا ولو أن مؤرخي أوروبا في العصور الحديثة اطلعوا على مصنفات الآئمة المحدثين لما تأخروا في تأسيس علم المتدولوجيا حتى أواخر القرن الماضي ويقول المستشرق الشهير برنارد لويس وملاحظ هنا برنارد لويس معروف بعدوته للإسلام المسلمين ولكنه يعني لا يسعه إلا الإنصاف كتب برنارد لويس في كتابه الإسلام في التاريخ أدرك المسلمون خطر الشهادات الزائفة والتشريع المبني عليها فأسسوا وطوروا علما مفصلا ومعقدا ومحكما لنقدها وهو علم الحديث والحقيقة أن التدقيق المتأني لتسلسل النقل عن الرواه أعطى كتاب السيرة قيمة الاحترام وأكسبها نسقا ليس له سابقة بالتاريخ وليس له موازن بالغرب ويقول المستشرق الألماني كارل بروكلمن ولقد نقل إلينا المسلمون كل ما قام به النبي من أعمال صغيرة كانت أم كبيرة في تلك الأيام بدقة وإسهاب وإنما يعتبر المسلمون هذه الحجة إلى اليوم نموذجا يحتذونه في أداء الشعائر المقدسة أداءا صحيحا وقال المستشرق هارولد موتسكي بالإمكان إثباتوا أن مصنف عبد الرزاق يرجع إلى الوقت الذي يزعمه المسلمون وقال أصبح من الصعب على المستشرقين في هذا الوقت زعم أن المسلمين زيفوا الإسناد في بداية منتصف القرن الثاني وشرح قائلا ومن خلال الأسانيد تبين أنه من المستحيل من ناحية الاحتمالات تزيف كل هذه الأسانيد التي تفرعت على هذه المدة الطويلة وعلى مناطق جغرافية شتى وعلى رجال بهذا العدد الكبير ولكن الإسناد بقي إلى درجة كبيرة متصلا ويقول الدكتور سباركر كان أعلن هؤلاء سباركر كان عفوا أعلن هؤلاء إعجابهم بالطريقة التي تم بها جمع الأحاديث النبوية وبالعلم الخاص بذلك عند علماء المسلمين ويقول القص والمشكك ديفيد مارغيليوث برغم أن نظرية الإسناد قد أوجبت الكثير من المتاعب نظرا لما يتطلبه البحث في ثقة كل راون ولأن وضع الأحاديث كان أمرا معهودا وجرى التسامح معه بسهولة أحيانا إلا أن قيمتها أي نظرية الإسناد في تحقيق الدقة لا يمكن الشك فيها والمسلمون محقون في الفخر بعلم حديثهم ويقول أيضا حتى وإن لم نصدق أن جل السنة التي يعتمد عليها الفقهاء في استدلالاتهم صحيحة فإن من الصعب أن نجعلها اختراعا يعود إلى زمن لاحق للقرن الأول وتقول المؤرخة البريطانية كارين أرمسترونغ وهكذا بدأ العلماء المسلمون في القرن الثامن والتاسع الميلاديين بحث وجمع أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم السنن القولية والفعلية وقاموا بالتنقل في أنحاء الإمبراطورية الإسلامية ليكتشفوا أكبر قدر مستطاع من الروايات الصادقة عن أشياء قالها أو فعلها في مناسبات معينة وتكون الأحاديث مع القرآن أصول الشريعة الإسلامية كما أصبحت أيضا أساسا للحياة اليومية والروحية لكل مسلم فقد علمت السنة المسلمين محاكاة أسلوب محمد صلى الله عليه وسلم في الكلام والأكل والحب والاغتسال والعبادة لدرجة يعيدون معها إنتاج حياة النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض في أدق تفاصيل حياتهم اليومية بأسلوب واقعي أي أنهم وعلى مستوى رمزي يحيونه مرة أخرى وينقل لنا الشيخ مصطفى صبري التوقادي عن أحد العلماء الألمان قوله إن الدنيا لم ترى ولن ترى أمة مثل المسلمين فقد درس بفضل علم الرجال الذي أوجدوه حياة نصف مليون رجل ويقول المستشرق راينهارت دوزي أن الإشكالات أو التناقضات التي تبدو في الأحاديث المصححة عند المسلمين حجة أن المسلمين لم يختلقوا هذه الأحاديث فليس من صنيع الكذبة فتح باب للجدل فيما يسعون لنصرته أو تجميله ويقول المؤرخ اليهودي فرانس روزنتال والواقع أننا قد نشك في وجود أي مكان في التاريخ الأول كانت فيه المؤلفات التاريخية تعادل في كثرتها مكان للمسلمين إن مؤلفات المسلمين التاريخية قد تعادل في العدد المؤلفات الإغريقية واللاتينية ولكنها بالتأكيد تفوق في العدد مؤلفات أوروبا والشرق الأوسط في العصور الوسطى ولا شك أنه لم يكن بالإمكان اختفاء مكانتها الممتازة في الحركة الأدبية الإسلامية عما نتصل بالعرب من علماء الغرب غير أن هؤلاء العلماء اهتموا بالعلوم والفلسفة واللهوت وهم كأقرانهم من المسلمين الاعتياد بين الاعتياديين لم يسيغوا الرضوخ إلى درجة الإقرار بأية معرفة عن وجود مؤلفات تاريخية ويقول المؤرخ الفرنسي إرنست رينو فجذور الإسلام ليست خفية في باطن الأرض وحياة مؤسسه أي محمد صلى الله عليه وسلم معروفة عندنا كمعرفة حياة المصلحين في القرن السادس عشر ويقول المؤرخ الأمريكي روبرت هويلند معترضا على آراء المتحيزين ضد المصادر الإسلامية لا أريد أن أدافع عن المصادر الغير الإسلامية على حساب المصادر الإسلامية في الحقيقة إن هذا التبعيد زائف في حجتي فقد سكن المسلمون وغير المسلمين في العالم يتفاعلون مع بعضهم بعضا ويقرؤون كتابات بعضهم البعض وفي هذا الكتاب التمييز الذي أقوم به هو ببساطة بين المصادر المبكرة والمتأخرة وأنا أؤيد الأول على الأخير بغض النظر عن الانتماء الديني لمؤلفهم ويقول الباحث الاندونسي منعم سري تلميذ جابريال رينولدز المستشرق المعروف وأحد رؤوس الدراسات القرآنية الاستشراقية اليوم في كتابه الحديث الجدل حول الأصول الإسلامية والخاص بسبري أوجه الجدل حول الإسلام وأصوله في علم عالم الأكاديميا في الغرب خاصة في العقود الأخيرة يبدو أن الإجماع العلمي حول تاريخ المصادر المبكرة قد اقترب إلى الأحداث التي زعمت هذه المصادر أنها قد نقلتها على الأقل ليس ذلك في القرن الثالث أو التاسع طبعا الثالث الهجري والتاسع الميلادي حتى المستشرق التنقيحي بيرغ يعترف بعد فحص مفصل للأحداث المهمة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم وإعادة بناء التنقيحات السابقة أن غورك وشولر قد استطعا سد فجوة المائتي عام بين الحدث المزعوم وتقاريره الموجودة إلى أقل من مائة عام وقال الدبلوماسي والمفكر النصراني نصري سلهب في كتابه على خطى محمد صلى الله عليه وسلم ما نصه ونحن لا نجهل وذاك أمر غدا معروفا ما اتصف به عرب الجزيرة بصورة خاصة من قوة الذاكرة وقدرة فريدة على الحفظ والأداء فإذا كانوا قد حفظوا آلافا من أبيات الشعر ولا مصلحة لهم فيها ولا عروة تشدهم إليها فليس عجبا بل من الطبيعي البديهي أن يحفظوا كلاما صادرا عن النبي وللنبي في نفوس العرب منزلة لا تعدلها أي منزلة في البشر وأن يحتفظوا بهذا الكلام في قلوبهم وخواطرهم وعلى الرق والورق وعلى أي شيء يخط عليه وينقش ولا سيما وهو كلام يعتبر حجر الزاوية في ذلك الصرح العظيم الذي بناه محمد صلى الله عليه وسلم بالكلمة الخطيرة الواعية البليغة وبالعمل الخطير الواعي البليغ وقال أيضا ولم يقدر لأي سفر قبل الطباعة أيا كان نعوه وأهميته أن يحظى بما حظي به القرآن من عناية واهتمام وأن يتوفر له ما توفر للقرآن من وسائل حفظته من الضياع والتحريف وصنته من وسائل عفوا حفظته من الضياع والتحريف وصنته عما يمكن أن يشوب الأسفار أو أن يشوب الأسفار عالة من الشوائب أقوالهم في وجوده صلى الله عليه وسلم وسنته تاريخيا يطبع في الجزء الثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة